الحديدة أزمة يمنية وفرصة أممية هذا ما تؤكده وقايع الحرب والسياسة في اليمن فرغم إصرار التحالف والشرعية على تحرير مدينة الحديدة إلا أن مارتين غريفث المبعوث الأممي لدى اليمن ما يزال يأمل أن تتحول ما أسماه بأزمة الحديدة إلى فرصة لاستيناف العملية السياسية وقد أتى تصريح المبعوث الأممي بعد جولة مباحثات في صنعاء وعدن ومسقط التقى فيها ميليشيا الحوثي والرئيس هادي ومسؤولين في سلطنة عمان ولم تفضي هذه المباحثات إلى نتائج ملموسة واكتفى المبعوث الأممي في تغريدة له على تويتر باستمرار الأمل بأن تكون الحديدة خطوة أولى نحو السلام في اليمن المحادثات التي وصفها مارتين بالبناء بعد لقائه بالرئيس هادي أتت بعد إبداء ميليشيا الحوثي استعدادها لجعل ميناء الحديدة تحت إشراف أممي لكن المؤشرات السياسية والتحركات العسكرية لا تتفق والتصريحات الإيجابية للمبعوث الأممي فميليشيا الحوثي تناور وفق محللين لضاعة الوقت بهدف كسب المزيد من الضغوط الأممية على التحالف مما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب في الوقت الذي ترى فيه الشرعية أن المقترح الأممي في التوقيت الحالي للحديدة يصب لصالح الحوثي إدارة الميناء بإشراف أممي مع بقاء المدينة بيد ميليشيا الحوثي خطوة أولى نحو السلام وفق منظور الأمم المتحدة لكنه وفق الخارجية اليمنية لا يضمن توفير الأمن لميناء الحديدة فأمن الميناء والملاحة الدولية بحسب وزير الخارجية خالد اليمني يستدعي مغادرة الحوثي كامل محافظة الحديدة وليس فقط موانئها